عدو مؤتمر وزراء الشباب بدول الفرانكوفونية المنعقد بالكونغو برازافيل في السابع والعشرين إلى السامن والعشرين من مارس الفين وثلاثة وعشرين سجل نجاحاً كل الكادين حيث تم فيه إعلان فوزح مرشح شاد لمنصب مدير البرامج لمؤتمر وزراء الشباب بدول الفرانكوفونية على شخص دونغم دونو أوربي وهذا الفوز نابع من الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من خلال الاستراتيجية التي وضعتها الدولة بإرسال أربع بعسات في عشر دول شملت بوركينا فاسو والكاميرون والكونغو وإفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية والسينغال وتوغو لنقل رسالة رئيس الوزراء إلى نزرائه للدفاع أن هذا الترشيح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وأن انضمام شاد للأمانة العامة منذ عام تسعين مكنت مرشحها دونغم دونو أوربي معرفة أساليب المنطقة وشؤون إدارتها في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وعرب الوزير أن امتنانه للسلطات العليا على رأسها رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو ورئيس الوزراء على دعمهما للإرادة السياسية وكذا وزير الخارجية ووزير المالية وجميع البعصات الدبلوماسية بشاد في البلدان الصديقة وأسرة الوزارة ووسائل الإعلام العامة التي قدمت جهودا كبيرة في هذا الشان نذكر بأن مرشح تاد الفائز في هذا السباق لمنصب مدير البرامج لمؤتمره وزراء الشباب بدول الفرانكوفونية دونغم دونو أوربي شغل عدة مناصب رياضية أهلته من فوز غمار سباق الفرانكوفونية ترجمة نانسي قنقر